تصريحات زعيم الارسيدي السابق سعيد سعدي وما أثرته من ضجة يبدو أنها لم تؤثر على موقف التنسيقية الوطنية للانتقال الديمقراطي التي ينتمي إليها الارسيدي حيث صرح عبدالرزاق مقرر رئيس حمس وصفيا انجيلة لرئيس حزب جيل جديد أن الهالة التي أثرتها تصريحات سعدي جاءت لإلهاء الرأي العام عن المشاكل الحقيقية التي تعيشها البلاد أولا نحن في حركة مجتمع السلام ونحب أن ندخل في معارك التلهية هذه نحن الآن في بلد يعيش ظروف صعبة جدا ما كانش يعني مشكلة أولا ست سعيد سعيد ديموش هو رئيس الارسيدي حاليا ثانيا يعني ما كانش علاقة بالمواقف السياسية الارسيدي حزب ره مشاركة في التنسيقية وشي عادي مقري لم يتوانى أيضا في إطلاق اتهامات للنظام في كونه وقف وراء التشويه واختيال شخصيات تاريخية مستغربا للهجوم على سعدي في حين احتبر جلال صفيان أن انتقال الجدل إلى أروقة المحاكم أمر مبالغ فيه الجميع يعرف بأن كريم بالقاسم وخيدر وشعباني وغيرهم من السياس الكبار تم اغتيالهم أو قتلهم في ظل هذا النظام القائم إلى اليوم الآن لماذا العدالة الجزائرية تروح مباشرة إلى رفع الدعوة ضد سعيد سعدي نظر ما كانش القضية تتير تروح إلى هذا الحد تصريحات الرجلين تعكس موقف تنسيقية الانتقال الديمقراطي في اعتبار ما أثاره سعيد سعدي أمر لا يعد أن يكون سوى جدل تاريخي منطالبين بإعادة النظر بتسليط الضوء على ما أسموه الجوانب المظلمة في تاريخ الجزائر